موسيقى فيديو حركة من رونالدو مع رأية الهلال يصير تفاعلا رغم اهنته شعار الهلال بحركة فضحة كدستين رونالدو لم ينسى انسانياته مع جمهد الزعيم السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فماكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايقوا واشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب عالمية جوال 14 برو ماكس وساحب عالمية الف جنيه مصري كل الشروط تتفرج على 30 فيديو سابقين على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة تدول نشاطاء على مواقع التواصل اجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لعب نادي النصر السعودي كريستين رونالدو عقب تام مباراة فريقه امام نادي الهلال وازهر في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستين رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بادخال الراية في سرواله ورميع مجددا صوب الحضور الامر الذي اثار انتقادات واستهجاة النشاطاء ابرز ذلك بتعليقتهم وكان النادي الهلال قد توجه بكأس موسم الرياض بفاوزه على النصر بهدفين مقابل لشيء في المواجهة التي جمعتهم الخميس على ملعب الملكة ارينا بالرياض رغم يهانته شعار الهلال بحركة فضاعة كريستين رونالدو لم ينسى انسانياته مع جمهيد الزعيم يتعرض الاسطورة البرتغالية كريستين رونالدو مهاجم الفريق الاول لقرة القدم بين النادي النصر لحملة هجوم عنيفة حاليا من جمهير الهلال على خلفية احداث درب بالرياض الهلال فاز بهدفين مقابل لشيء على النصر اللي يتوجب لقب كأس موسم الرياض عشرين اربع وعشرين الودي برسيد ست نقاط حيث كان قد انتصر في مباراة الاولى بالبطولة باربعة اهداف مقابل ثلاثة امام انتر ميامي الامريكا بقيادة الاسطورة الارجنتينية لينيل ميسي وفي نهاية الدرب انتشر مقطع فيديو ميشين يصير رونالدو ويقوم بوضع اشهال الهلال في المنطقة الحساسة بجسده في تصرف جر اخلاق جديد مشابه لما فعله امام جمهير الزعين في الموسم الماضي فيديو حركة من رونالدو مع راية الهلال يصير تفاعلا تدول نشاطه على مواقع التواصل اجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لعب نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو عقب تهم مباراة فريقه امام نادي الهلال ويظهر في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستيان رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بادخال الراية في سرواله ورميها مجددا صوب الحضور الامر الذي اثار انتقادات واستهجان نشاطاء ابرز ذلك بتعليقاتهم وكان النادي الهلال قد توجه بكأس موسم الرياض بفوض حل النصر بهدفين مقابل لاشيء في المواجهة التي جمعتهم الخميس على ملعب الملكة ارينا بالرياض رغم اهانته شعار الهلال بحركة فضاعة كريستيان رونالدو لم ينسى انسانياته مع جمهيد الزعيم يتعرض الاسطورة البرتغالية كريستيان رونالدو مهاجم الفريق الاول لقرت القدم بنادي النصر لحملة هجوم عنيفة حاليا من جمهيد الهلال على خلفية احداث دربي بالرياض الهلال فاز بهدفين مقابل لاشيء على النصر اللي يتوجه بلقب كأس موسم الرياض 2024 الودي برسيد 6 نقاط حيث كان قد انتصرت في مباراة الاولى بالبطولة باربعة اهداف مقابل ثلاثة امام انتر ميام الامريكا بقيادة الاسطورة الارجنتينية ليني الميسي وفي نهاية الدرب انتشر مقطع فيديو ميشين يصير رونالدو يقوم بوضع اشياء للهلال في المنطقة الحساسة بجسده في تصرف غير اخلاق جديد مشابه لما فعله امام جمهيد الزعيم في الموسم الماضي فيديو حركة من رونالدو معارات الهلال يصير تفاعلا تدولا نشاطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بقى لعب نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو عقب انتهام مباراة فريقه امام نادي الهلال وازهب في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستيان رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بادخال الراية في سرواله ورميع مجددا صوب الحضور الامر الذي اثار انتقادات واستهجان نشاطاء ابرزوا ذلك بتعليقاتهم وكان النادي الهلال قد توجه بكأس موسم الرياض بفاوزه على النصر بهدفين مقابل لاشي في المواجهة التي جمعتهما ثميس على ملعب الملكة ارينا بالرياض رغم يهانته شعار الهلال بحركة فضاعة كريستيان رونالدو لم ينس انسانياته مع جمهيد الزعيم يتعرض الاسطورة البرتغالية كريستيان رونالدو مهاجم الفريق الاول لقرة القدم بنادي النصر لحملة هجوم عنيفة حاليا من جمهير الهلال على خلفية حداث درب بالرياض الهلال فاز بهدفين مقابل لاشي على النصر اللي يتوجه بلقب كأس موسم الرياض عشرين اربعة و عشرين الودي برسيد ست نقاط حيث كان قد انتصر في مباراة الاولى بالبطولة باربعة اهداف مقابل ثلاثة امام انتر ميامي الامريكا بقيادة الاسطورة الارجنتينية لينيل ميسي وفي نهاية الدرب انتشر مقطع فيديو ميشين يصر رونالدو ويقوم بوضع شهر الهلال في المنطقة الحساسة بجسده في تصرف غير اخلاقي جديد مشابه لما فعله امام جمهير الزعام في الموسم الماضي فيديو حركة من رونالدو مع راية الهلال يصير تفعلا تدول نشاطه على مواقع التواصل اجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لعب نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو عقب انتهى مباراة فريقه امام نادي الهلال ويظهر في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستيان رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بادخال الراية في سرواله ورميع مجددا صوب الحضور الامر الذي اثار انتقادات واستهجان نشاطاء ابرز ذلك بتعليقاتهم وكان النادي الهلال قد توجه بكأس موسم الرياض بفازه على النصر بهدفين مقابل لشيء في المواجهة التي جمعتهم الخميس على ملعب الملكة ارينا بالرياض رغم يهانته شعار الهلال بحركة فضاعة كريستيان رونالدو لم ينسى انسانياته مع جمهيد الزعيم يتعرض الاسطورة البرتغالية كريستيان رونالدو مهاجم الفريق الاول لقرة القدم بين نادي النصر لحملة هجوم عنيفة حاليا من جمهيد الهلال على خلفية احداث دربي بالرياض الهلال فاز بهدفين مقابل لشيء على النصر اللي يتوقع بلقب كأس موسم الرياض عشرين اربع وعشرين الودي برسيد ست نقاط حيث كان قد انتصر في مباراة الاولى بالبطولة باربعة اهداف مقابل ثلاثة امام انتر ميامي الامريكا بقيادة الاسطورة الارجنتينية ليلين الميسي وفي نهاية الدرب انتشر مقطع فيديو ميشين يصر رونالدو يقوم بوضع شعار الهلال في المنطقة الحساسة بجسده في تصرف غير اخلاق جديد مشابه لما فعله امام جمهيد الزعيم في الموسم الماضي فيديو حركة من رونالدو معارات الهلال يصير تفاعلا تدول نشاطاء على مواقع التواصل اجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لعب نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو عقب تام مباراة فريقه امام نادي الهلال وازهر في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستيان رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ليقوم رونالدو بادخال الراية في سرواله ورميع مجددا صوب الحضور الامر الذي اثار انتقادات واستهجان نشاطاء ابرز ذلك بتعليقاتهم وكان نادي الهلال قد توجه بكأس موسم الرياض بفاوزه على النصر بهدفين مقابل لشي في المواجهة التي جمعتهم الخميس على ملعب الملكة ارينا بالرياض رغم يهانته شعار الهلال بحركة فضاعة كريستيان رونالدو لم ينسى انسانياته مع جمهيد الزعيم يتعرض الاسطورة البرتغالية كريستيان رونالدو مهاجم الفريق الاول لقرط القدم بين نادي النصر لحملة هجوم عنيفة حاليا من جمهيد الهلال على خلفية احداث درب بالرياض الهلال فاز بهدفين مقابل لشي على النصر اللي يتوجب لقب كأس موسم الرياض 20-24 الودي برسيد 6 نقاط حيث كان قد انتصر في مباراة الاولى بالبطولة باربعة اهداف مقابل ثلاثة امام انتر ميامي الامريكا بقيادة الاسطورة الارجنتينية لينيل ميسي وفي نهاية الدرب انتشر مقطع فيديو ميشين يصر رونالدو ويقوم بوضع اشهال الهلال في المنطقة الحساسة بجسده في تصرف غير اخلاق جديد مشابه لما فعله امام جمهير الزعين في الموسم الماضي فيديو حركة من رونالدو معاراة الهلال يصير تفاعلا تدول نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحركة قام بها لعب نادي النصر السعودي كريستيان رونالدو عقب تام مباراة فريقه امام نادي الهلال وازهر في مقطع الفيديو المتدول لحظة خروج كريستيان رونالدو من الملعب ورمي احد الحضور لراية نادي الهلال ولنا عزيزي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا لنهاية الحلقة ولكن قبل انني حديث ساطر عليكم السؤال واتمنى منكم مشاركة باراكم في التعليقات مواصبه التصرف كريستيان رونالدو مع جميل الهلال ولا تنسوا ان تشاركوا باراكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغط لقى اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية تمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكاسلكم كل جديد اول باول وقبل ان انهى الفيديو كالعادة ما تنسوش الصلاة على النبي